على نفس المنوان عبارة عن شوف تسمىه قبسات من البيان القرآني شوف هناك من أسر البيان القرآني هذا أيضا تابع له في نفس المنوان لكن قلت لك أنه يختار من نماذج محل الدراسة غير الأول حتى يكون قضية تسلسلية وحاول يستوعب قبسات من البيان القرآني من تأليف أخير الحبيب فضلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامراء العالم لغوي المعروف وانصدارات دارة بالكثير على نفس المنوان اختار آيات من سورة البقرة العمران وغيرها من الآيات ويبدأ يدارس بها بيانية طبعا لا يتعرض للأحكام ويتعرض من ناحية بيانية يعني ماذا قال الله كذا لماذا استعرض هذا الفضل لماذا كذا لو قال كذا وهذا بها الطريقة محاولة من الاستخراج مثل هذه الأسرار وفقه الله هذا سلم